ورجعنا لكم من جديد وأنا شخصياً يعني الكلام عن المزيكة وعن السينما من أحب المواضيع إلى قلبي أنا شخصياً يعني على المستوى الشخصي ودايماً بشوف أنه كلما الفن بيبتدي ينتعش وبيبتدي الانتاج الفني بيزيد سواء انتاج موسيقي انتاج دراما أو سينما فده بيكون انعكاس الاستقرار الدولة والاستقرار اقتصاد الدولة أو يعني أن هي بقت تمشي على الطريق الصحيح أو بتبتدي تتطور لأن دي صنع مكلفة وفي نفس الوقت برضو العائد بتاعها بيكون كبير جداً ده غير أنه طبعاً الموسيقى والفن بشكل عام هو غزاء الروح احنا حنتكلم على فقرتنا دي على الصيف السنادي يعني الصيف السنادي كان فيه أغاني كتير بتدينا نسمعها بقى بتدي بقى فيه إقبال على الأغاني سمعنا إليسة سمعنا جنات مصطفى كامل في ألبومات جديدة مع كتير جداً من الأغاني بقى السنجل يعني الظاهرة بتاعت أغاني السنجل برضو اكتسحت إلى حد كبير أغاني كتير جداً عملت ضجة كبيرة وطبعاً على رأسهم مؤخراً والحد دلوقتي يعني البنت العريض أغانية جميلة جداً لحسين الجسني وهي آخر سنجل ليه وغنها بحرفانة جديدة جداً وهو بيتكلم باللهجة المصري أماكن السهر طبعاً للهضبة عمر الدياب خلونا جلوقتي بقى نعرف كمان كواليس كتير عن أغاني صيف عشرين عشرين مين الأغنية كانت الأنجح ومين الأقل حظاً وكمان إيه اللي منتظر بقى في الشتاء اللي احنا داخلين عليه وده من خلال ضفنا اللي منورنا النقد الموسيقي لأستاذ محمد شميس صباح الورد عليك يا محمد أخبارك إيه؟ صباح نور إزاي كمان؟ كله تمام أنا كويسة تقييمك بقى يعني الأنجح في الألبومات في الصيف اللي فات إيه؟ واحنا عندنا الألبومات عددها أقل شوية لأن فيه اتجاه بقى أكتر لأن احنا ننزل أغاني سنجل وأنا فاكرة أنا جيت معاك هنا من فترة برضو كنا اتكلمنا كان ساعتها لسه نازل كل حياتي وكان موضوع جديد بقى ألبوم عمري كان متقطع وبعكها تجمع كان سنجلات وبعكها تجمع في ألبوم واحد وأنا كنت معترض على ده وشايف أن ده على المستوى الفني بيخلي الألبوم يعني احنا المفروض نسمع الألبوم ده النوع بيدينا نوع من الترابط بيخلي أغاني كلها بيبقى فيه رسالة واضحة عليه لكن ثبت بالأيام وبالدليل أن لا التقطيع أحسن لما بنيجي نشوف بقى ألبوم إليسا لما نزل وجنات ومصطفى أمر ومصطفى كامل بنلاقي أن الأغاني سنجل خادت حقها أكتر من الانتشار ومن الاهتمام الإعلامي ومن كمان أن الفنان يقدر يساوى أغنيته بشكل أفضل أكتر من الألبومات الكاملة على بعض وصوصا ما بيكون مثلا ألبوم زي إليسا فيه حوالي أكتر من عشر أغاني ونفس الكلام جنات 11 تقريبا فبنلاقي أن الأغاني مش كلها بتاخد حقها من الانتشار ومش كلها بتاخد حقها من الجمهور يلحق يسمعها وفي نفس الوقت بيبقى فيه أغاني تانية بتتنافس معها فالموضوع بيبقى صعب يعني يعني الجديد دلوقتي أن بيكون الألبوم فيه تجميعة من أغاني سابقة يعني حاجة قريبة من ألبوم الكوكتيل بس هي بتبقى للمؤطرب الواحد يعني أغاني تبقى للمؤطرب الواحد تعتقد أنه تغيير ده حصل بطبيعة تغيير التكنولوجي وسرعة السوشيال ميديا وسرعة تداول للمنتج بشكل عام؟ طبعا ده بيكون في صف المنتج ولا بيكون عائق على المنتج؟ يعني خلينا نتكلم بقى في الناحية الانتجية يسيبك من المطربين الكبار اللي بينتجوا لنفسهم أو في إيدهم زمام الأمور لكن لو بنتكلم على المنتج بقى اللي لسه بينتج للأصوات الجديدة ده بيمثل لي خسارة ولا مكسب؟ ولو صوت جديد أكيد المنتج هيبقى فيد لي أنه هو يجرب الفنان بتاعه في سنجل والتاني يعرف السوق بتاعه عمل إزاي الناس تتعامل مع الأغنية بتاعته بشكل عمل إزاي ولو نجح يعمل له قلبه لكن هو ينزل مرة واحدة كده بسبعة أو تمن أغاني أو حتى عشرة فيما ينجحه إما ما ينجحهش بتبقى مغامرة كبيرة وعموما السوق تقريبا ما بيكسبش يعني محدش بينزل يشتري خلاص بقى فكرة كمان إحنا ننزل نشتري سيديات دي يعني حتى العربات اللي بتنزل جديدة ما بقاش فيها مكان لسيدي المكسب المنتج بييجي منين؟ المكسب بقى بييجي دلوقتي حاجات تانية اللي علاقة بقى بالمشاهدات بالحفلات اللايف هو ده برغم أنه يعني الكورونا جات برضو قضت على الحفلات إلى حد كبير بس فيه شركات بتقدر تبيع الأغاني بشكل حصري لمنصات رقمية بتقدر تستفيد منها فده ممكن يكون مكسبهم يكسب برضو طبعا طيب خلينا نتكلم عن الأغاني المشتركة أو الدايو بشكل عام كان عسليو تامير حسني وفيه مصطفى حجاج وريضا البحراوي وريضا البحراوي فيه محمد رمضان وماتير جيمس بتشوف يعني الدوتوات دي إيه اللي تفوق أكتر؟ أغاني الباب ولا الأغاني المهرجانات في الدايو؟ لا في النقطة دي تحديدا بقنا عندي رأي مخالف تماما المهرجانات متفوقة بشكل كبير جدا للأغاني المشتركة عن الأغاني اللي نازلة فئة مغنين الباب ياه هقولك بقلي أول حاجة الأغاني يعني أنا يعني على المستوى الفني لأي أغنية مثلا إخواتي ده مهرجان نازلت؟ أه أنا منتضحكتيني برضو وإحنا عميين نرغي مع بعض دندردش مع بعض قبل الهوى قلتلي فيه مهرجان اسمه إخواتي وده المهرجان ده يعني بيبقى حفلة فيها كذا مطرب مشترك ويده اسم للمهرجان صح؟ صحيح طيب أخواتي ده بقى كان فيه كم شخص بيغني يعني فريق اسمه السواريخ وواحد معهم اسمه شيح تكاريكا آه شيح تكاريكا معروف من أيام أوكا أورتيج هو يعني بيطلع في الأفرح زي النبط شيكابي ولا على الدنيا ويخلي الناس ترقص وهو شغلته كده وهو عارف ان هو شغلته كده وأكل عيشه يعني في الموضوع بس لما باجي أسمع بقى الأغنية بتاعته مع السواريخ أنا لو جيت شلت شيحتة أو شلت أي حد من الشباب اللي بيغنوا الإقاع بتاع الأغنية كله يبوز والتوزيع بتاعها مبني على سرعة أداء كل واحد فيهم يعني شيحتة سريع فالإقاع بتاعه بتاع التوزيع الموسيقي بتغير مع سرعة الأداء بتاعه نفس الكلام لما فيه واحد يغني اسمه أسمعهم غريبة شوية الزكش فالإقاع هو عشان صوته سرعته أقل فالإقاع بتاع الأغنية بيتغير مع سرعته أنا بقى لو جيت شلت تامر حسني أو عيسيلي أو مصطفى حجاج أو ريدا البحراوي من الأغنية اللي هم عاملينها مشتركة هل الأغنية تأثر بأي شيء جودتها الفنية ولا أي حاجة تامر يقدر يغنيها من أولها لأخيرها لوحده لأنها في الأساس معمولة لي وبعد ما هي اتعامل تدخل عليها العسيلي لأسباب بقى تسوقية لأسباب أي حاجة تانية نفس الكلام أغنية بتاعت مصطفى حجاج اسمها أبويا قال لي بيغنيها تنين يعني هو واحد بس مفروض بيتكلم عن نصيحة أبو فبيغنيها تنين لأنها اتقطعت عليهم وبالمناسبة ده موجود طب هل هل الجواته بتاعه؟ يعني حتى عمر دياب ومحمل يلا ما كان عاملين القاهرة مع عمر دياب بيطلع في الحفلات بيغني الكاهرة من غير محمل منير ما هو ده اللي نكت لسه هقوله لك هل برضو لديو بتاع أبويا قال لي برضو نفس القصة ممكن حد يتشال التاني يغني عادي الأغنية تمشي عادي الأغنية تمشي عادي مش هتتأثر بغياب أي حد من الشغالين فيها يعني نقدر نقول سر الطبخة أنه اتنين بيبقوا بيشاركوا الطبخة من الأول خلص مع بعض الزبط إحنا أصلا بنعمل ديو ليه أو بنعمل أغنية مشتركة ليه لازم ده يبقى السؤال الأساسي هل أنا مثلا بجيب أشكال موسكية مختلفة مع بعض وبعد كده أخرج بنتيجة جديدة يعني اللي بيسمع تامر حسني هو اللي بيسمع عسيل واللي بيسمع ريدال اللي بيسمع البحراوي هو هو اللي بيسمع مصطفح حجاج دول ملمسين شعبي ودول فئة مغنيين البوب واللي بيسمع عمر دياب هو اللي بيسمع محمد منير فما فيش أي إضافة يعني اللي اتنين بيشتغل حاجات بقى ليه علاقة بقى بالتسويق إن تامر بقى صفحته والجماهيرية تشتغل على ده وعسيل يشتغل على ده فالأغنية مشاهداتها تزيد أكتر لكن أنا أتكلمك على المحتوى الفني لو أنا شلت أي واحد من الأغنية الأغنية تمشي عادي جدا طيب هل ده بيكون مقصود ولا هي التجربة اللي أثبتت هذا الاختلاف اللي أنت بتحكيه دلوقتي أنا لازم هم شغالين يبقى الصانع اللي عمل نفسه يبقى عارف إنه هو بيعمل أغنية لتنين فبيحاول يصنع اختلاف لكن أنا ما بشوفش ده احنا عندنا تجارب زمان في الديو كان بيبقى مفهوم مثلا عمري دي قبل كده عمل مع أنجلا ديمتري كانت مغنية يونانية فبقى كده فتح سوق لنفسه في اليونان عنده 11 أغنية مترجمة بأغنية اليونانية اللي هو أليوس وكان عمل أغنيتين واحدة نزلت في الألبوم عندها أليوس أنا بحبك أكتر نزلت في أمارين فهو فتح سوق لنفسه هناك وبقى يعمل حفلات هناك فكان منطقة أنا كنت فاهم وتقريبا برضو مع الشاب خالد لما قلبي متعلق بيك كان برضو شكل الوتريات بتاعت الشاب خالد في الأغنية عاملة زي اللي كنا بنسمعها في أغاني الراي فكان فيه برضو مزج موسيقي وكنا فاهمين ده ساميرا سعيد لما عملت ده مع شاب مامي طريقة الغنى مختلفة تماما عن طريقة الغنى بتاعت ساميرا سعيد ونطقه والمزيكة كان فيها ميكس يعني كان مفهوم ده بيتعمل ليه دلوقتي احنا مش مفهوم ده بيتعمل ليه يعني فترة من الفترات قبل 2011 كان لديه ما ينفعش تستغنى حد عن التاني لكن اللي حصل بعد كده من الموضوع بقى واختا يعني ممكن برضو عمر يغني الوحدة وقنية قلب بس مفهوم أنا فاهم هو بيعمل ده ليه يعني فاهم انه هو بيفتح نفسه سوق في مكان تاني زي ما محمد رمضان كده عمل مع متر جيمس هو بيبص بقى عنده تطلعات عالمية جاي بواحد من اهم صناعة وموسيقى الرب في العالم كله شخصية يعني احنا من الكلام على نجم النجوم موسيقى العالم في الوقت الحالي ما هواش بقى حد بقى له سنين ما بيغنيش لأ ده راجل بيعمل مليارات المشاهدات متر جيمس ده حاجة كبيرة جدا فمفهوم ان محمد رمضان وهو شغال مع انا فاهم احنا بيعمل ده ليه هو بيفتح نفسه بقى سوق برا بيحاول يسوق نفسه بشكل اكبر لكن وبرضه محمد رمضان بيتصنف كمهرجانات وراب من هو اللي بيستمعنوا اغانيه هو الشباب اللي بيعملوا مزيقا لمهرجانات يمكن ناس كتير من اللي هم فعلا عندهم الموهبة الحقيقية والطرب واللي تعبوا على نفسهم واشتغلوا وتعلموا الطرب الاصيل على اساسياته يعني فيه واجع كده جواهم انه بيلقوا بتوع المهرجانات اللي هو حد يعني لا دارس ولا اي حاجة وقاعد بيلعب كده بشوية مزيكة وشوي حط تركيبات صوت من يوم وليلة بقوا نجوم وليه يزعلوا ولا يتعب يعني ما هو الاختلاف لازم يبقى موجود العالم كله كده بالمناسبة يعني يعني ما نقدرش نقول مثلا انه المهرجانات او اغاني المهرجانات دي تعتبر كبوة في تاريخ الموسيقى زي مثلا ما بنيجي نتكلم عن السنماء بنقولك فيه فترة افلام المؤولات او افلام العلم دي كانت يعني فترة الناس بتعتبرها ان هي ازمة سينما يعني كانت موسيقى وكانت حاجة ما كانش فيه غيرها اللي متاح في الوقت ده والدنيا واقعة يعني بس انا بختلف مع الكلام ده كله تماما التصنيفات دي بتشوفها ازاي انا بشوفها مفيدة مفيدة اه طبعا مش بتضر طيب ان انت بتاخد الكواليتي وبتقع بيها ليه طبع ما عندي حسين الجسم عامل اغنية وكسرت الدنيا وهي اعلى مشاهدة وعاملة مية يعني الاخر مرة بصيت عليها بطلت عد ما شاء الله من كتر ما هي بتزيد ده حق يعني عاملة فوق المية مليون فاقل من شهر وعمر دياب موجود وشغال وتامر حسني الاختراق جميلة بسمعها في الافراح وكل انا بتكلم عليها فيما يخص المحتوى الفني هي مكتوبة حلوة كل حاجة بس انا اقصد ما هو الناس كلها شغالة بس انا يبقى عندي تنوع ويبقى السوق فيه اشكال تانية مختلفة اللي احنا عايزين الغنى يبقى وفي الناس كده بتبقى عايزة ان شكل واحد بس من الغنى هو اللي سائد لأ ما فيه احنا مية مليون وشوية عندنا ازواق كتيرة جدا طب بتشوف ان ده بتدى يحصل عندنا في السوق المصري لانه يمكن احنا تعودنا في الحقيقة ان احنا نلعب على المضمون ده طول الوقت بقى يعني مثلا تلاقي ممثل لمع قوي في دور الزابط يقوموا مسكين ويعيني هريين وفي عشر اعمال بعد كده زابط بس اعرف ازاي مثلا تيمت الفتوة علت مع الناس تبص تلاقي عشرين عمل مع اختلاف المخرجين والكرو واخدين الفتوة فانت في الاخر برضو بتفقد حتة التنوع نسا بنتكلم على التنوع فكلو عايز يلعب على المضمون المهرجانات نكحت اقوم اخلي كلو مهرجانات حتى اللي مش متعود يغني مهرجانات اخليه يغني مهرجانات وبردو ما هو ده اللي انا بقوله لك ده اللي بيزعل بقى الناس اللي هي هقولك كلاسيكي بس هي تركنت ما هو محدش مركز عليها اصلا يعني الاسباط ما فيش مالهمش نصيب من واحنا لسه بنتكلم على التنوع يعني لازم تندي يقوله فرصات المهرجانات ده طلع ازاي ما هو اللي عنده شركة انتاج بتدعمه وبالعكس يعني كل الناس بتهجمهم والنقابة بتجري ورهم في كل حتة بس هو راجل شركة نفسه هو عنده السوشال ميديا بيقدر يشتغل معه كويس عنده الاستوديو بتاعه بيعرف يعمل اللي هو عايزه وبيعرف يصنع نفسه التاني بقى لو حد تاني عنده اي محتوى من اي نوع ما يعرض نفسه عنده الادوات بتاعته ويقدر يشتغل به اللي هي اللي بتنجح كل الناس طيب يعني مصطفى شوقي يعني قديم يعني ملحن ومطرب من زمان في الحقيقة لكن ملتشت القلوب هي البداية اللي عرفته للجمهور بشكل اوسع بشكل رهيب هل عملت العقدة بقى في اختياراته اللي بعد كده اه انا شايف ده ازاي مفروض يعني كان الغنوة دي يعني تبقى دافع لي اكتر ان هو يواصل بقى مشواره هو انا حاس ان هو اتزنق في فكرة ان النجاح الكبير قوي ده هو مش قادر يخرج منه وبيحاول يوصله بيحاول يوصله بنفس الطريقة فهي كان افيه كويس ملتشت القلوب والكلام صبر يعني شعر انا بعتبره من الالفة بتاع الجيله وحاول يكرر بقى التجربة معاه في ضارب علوي انا الاغنية على مستوى الفني عظيمة جدا لكن انا لما سمعتها انا برضو ما بحبش اقيم الاشياء واحكم عليها بمعزل عن الجمهور زميلي من جيلي سمعتهم كانوا سبعة ولا واحد فيهم فهم الاغنية من اول مرة حتى كنت كاتب كده مقال عنها ونزل في روزة ولا واحد فيهم سمعها وفهمها من اول مرة يعني ايه الكلام مش واضح مثلا فيه مصطلحات كتير قوي وكمان كان فيه ازمة بقى في التعامل التسويقي للاغنية ان كان فيه برضو رقاصة نزلت وبتاع طريقة غونة مصطفى شوقي مع الرقاصة ونظراتهم لبعض خلت الكلام يبان ان هو ليه احاقات نوعا مجنسية فخلت الكلام نفسه يتفهم غلط ده هم شالوا الرقاصة ورجعوها عملها تاني من اولو جديد كليب من غير الرقاصة حتى لو احنا جينا بصينا على الكليبات بتاعت مصطفى حتى في الاغنية الاخيرة بتاعته عرقسوسي هنلاقي ان هو بيحاول يعني المنظومة هو بتتكرر بنفس الملحن بلال سرور الشعر اتغير ومصطفى حسن وكان صابر قبل كده بس نفس تقريبا نفس الالوان اللي بيلبسة مصطفى نفس طريقة التصوير نفس رقاصاته يعني مثلا الهضب عمر دياب الكروب بتاعه ما بيتغيرش يعني انت وانس بتلاقي تيمورك بترتاح معاه او حصل ما بينكوا كيميا او حققتوا نجاح مع بعض بتكملوا بقى شؤولكوا مع بعض في الالبمز والحفلات فممكن يعني ايه المختلف بس عمر مش مقياس انا ما نفعش اقيس بقى كل الناس علي ان هو الوحده ظاهرة وعنده الحد الأدنى من جمهور بلاش عمر بس كله كده يعني دايما هتلاقي حتى في السنما برضو بيبقى فيه كده شلة ما بينهم فاهمين دماغ بعض لا بس انا مش معطارد على فريق العمل بالعكس ده كل واحد فيهم متميز جدا انا بتكلم على فكرة ان انا الاغانية عندي تحولت لف ايه او يعني بتكلم على طبيعة الكلام او يعني انا بحاول اقول اف ايه بحس ان الاغنية بيتلود راعها علشان خاطر يتقال فيها اف ايه لان اول حاجة نكحت كان اف ايه ملتشت القلوب او يعني خلينا نتكلم بقى على الملحن والشاعر عزيز الشافعي الصديقي اللي انا بحيوجهله التحية يعني هو الاسم الابرس في الحقيقة في اهم نجاحات السؤول غنائي في الفترة الاخيرة انت شايف كده اه طبعا انا شايف ان هو اهم اسم موجود انه كمان هو شاعر وملحن وغير كده بقى هو شخص بحس ان هو مختلف عن جيله لان هو حد بيقرأ كمان يعني اللي بيتابعه اللي بيكتبه على صفحته يعني حتى بيظهر في ندوات يعني بحس ان هو مثقف كان قبل كده عامل اغنية بتاعت بلح الشام والعينة باليام والناس قاعدوا يتخنقوا معاه ان هو بيقول ان هو بينطق المثل غلط كان جايب كتاب الامثلة الشعبية وجايب اصل المثل ان هو اللي قيله هو الصح رغم ان نتسائد عند الناس مختلف عن اللي هو بيقوله فده بيخلينا قدام فنان مصقف وعنده كمان ثقافة او ناقض موسيقى شاطر دارس تاريخ المزيكة القديم فهو بيشتغل مش منعزل عن الاجيال اللي سابقاه ولا هو منعزل برضو عن الجيل الجديد وبيحاول يطور من نفسه هو تمر حسين خده عمر ادياب لسكة تانية من اول يوم ثلاث عمر ادياب من بعد يوم ثلاث مختلف عن عمر قبل يوم ثلاث بقدام مرايتها بمعنى ايه؟ يعني مختلف ازاي ايه الاختلاف اللي حصل كلام عمر ادياب اتغير تماما بقى يعني فتفيته لفتفيته وفتنوني ده ما كانش عمر ادياب يقول حاجة زي كده اتعرضت لناخد كتير الجملة دي اه انا كمان انتقطت الاغنية معاك في الداخلة بس انا بتكلم على فكرة بقى الجدل ان عمر بقى ينزل بالجدل بتاعه كان قبل كده بسطرات مزيكة كلام لها دلوقتي عمر الجدل بتاعه كلام اللي علاقة بالمحتوى اللي هو بيقدمه وده مفيد لي وبيسوق شغله اكتر يعني اه حرجع تاني للبنت العريض لان هي حديث الساعة دلوقتي وهي يعني باللفز الدرج واكلة مع الناس قوي الفترة دي اه ايه السر يعني حسين الجاسمي مش اول مرة يغني باللهجة المصري اللي اشمعنا البنت العريض اللي ضربت قوي كده مع الناس يعني اللحن بتاعها طبعا عظيم جدا هو كمان اللي ملحنه وده السنة بشوف طبعا السر الرئيسي فيها هو الكلمات بتاعت ايمن بهجة امر ايمن بقى بيتميز ان هو بيقدر الجمل اللي احنا بنتكلم عليها في حياتنا الدرجة يقدر يحولها الكلام في الاغاني والكلام ده يبقى ينجح ويكسر الدنيا عن فكرة الطبطبا دي بتتقل وكل امة مصرية بتقولها لابنها لحد ما هو بيكبر لما حد بيزاع الحد بيقولها طبطب هو كمان كان عنده تجربة سابقة لها مع نانسى اجرم انجح اغانيها يا طبطب ودلع كان هو اللي كتبها برضو بس هو بقى ايه كان طبطب ودلع ما كانتش هي القفلة بتاعت القفية بتاعت الاغنية هو قفلها بقى لقيت الطبطبا كهربا كمان فكرة ان انا القفية بتاعتي بتتغير بكلام انا ما بتوقعوش دي بتخلي الاغنية تنجح وتعلم مع الناس لكن بقى لو قلت عيون جنون مجنون موهوم يعني اللي هو برضو بنلعب على المضمون اه هو بيصعبها على نفسه في الكلام وبيجيب كلام جديد برضو قفية وكل حاجة بس مش لاو دراع بقى الاغنية لأ كلام ميت ومزبوطة ومفهومة ومبشرة وواضحة وصريحة فبتنجح وتكسر الدنيا طب احنا عايزين ندي التوزيح حقه لان ممكن اه انا بشوف التوزيح ده بصراحة ده وجهة نظري انا ما عاكش انتحق يعني انت برضو قولي اه طبعا اللقاع هو مهم اه انا بشوف التوزيح ده مهرجانات بتنجح ليه عشان التوزيح الناس المتخصصة او في موضوع المقسوم ده يعني هو برضو اللي عمل سعد المجرد الجمال عدى الكلام هو برضو مع عزيز وهو عمل لقيت الطبطبة وهو بيني وبينك بقى الاغاني بقى اللي نزلة كلها السنة دي اغلبها يعني اللي ناجح منها كله واخد شكل المزيكة بتاعتنا احنا بقى المصريين واللي هو المقسوم على البلد دي والحاجات دي كلها هي بتاعتنا حتى بقى في يوم المهرجان ما احناش بقى بنتكلم بقى في اغاني بقى راب ولا قرم بي ولا مش عارف ايه ولا روك يعني المزيكة في العالم كله طبعا لغة واحدة كلنا بنسمعها بس احنا لين هويت المنتظر ايه الفنانين اللي بيحضروا للشتاء بقى هينزلوا الفترة اللي جاية انا عارف ان تامر شغال واخد اغاني جايدة عمر دي برضو نفس الكلام فيه محمد محسن برضو عامل الشغل المختلف المفروض هينزل للفترة الجاية فيه مفروض فصل الشتاء بقى بقى سوق يعني الواحد وكده تبقى يعني مختلفة شواء عن الصف بتبقى الدنيا اهدى كده النقدة الموسيقي محمد شميس نورتنا في صباحك صباح الورد مشاهدين احنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا من صباح الورد بكرا ان شاء الله هيتجدد اللقاء ساعة ونصف من قبل دلوقتي فقط وحسريا على شاشة قناة تاني موسيقى موسيقى موسيقى